اشتركوا في القناة والدك أحدهم تبكي عليها وتوحشتها وصير عندها يشوفها مشاهدين كرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى عدد كبير من المغاربة تبع القصة الموسعدية الموسعدية التي تنوي الرأي لهم أكثر في الموضوع عاشت في واحد طرفية كبرات في السن كانت سبب جلاء يغير لها المصار شيئا ما هو إيجابي هو اللقاء دي لها بصارة صارة عانت في الموضوع جابت ممي السعدية هتمت بها ولت ممي السعدية عنصر جوهري في الأسرة الصغيرة دي لصارة مشاهدين الكرام أيام قليلة ما بقيتش ممي السعدية مع صارة كيف هاش علاش تبعوا معايا ممي السعدية جينا المنزل مكيناش هدي تعودي معايا في المشات وعلاش السلام عليكم مرحبا بيا عندكم ومرحبا بكم عندي ممي السعدية مؤخرا كيف ما كتعرفوا للناس الكبار ولي في حل الدراري صار ولك يجا نهيار عصابي ولك يجا بزاف ما بقيتش مفهومة يعني تقريبا واش بداية زهي مار ومشيني في الليل كتبقى تغووش فلان غايجي لي وديني عند فلان ولاش كتبض الموشة بزاف بزاف الحويش ويعني كتبغين كتقولي كل مره صار عفك خرجيني عاد مع الجوج في العشية كل مره واحد النهار كان بالحدد ودراري خسنين قبل من قد لمدوا في واغ دياله قلت لي خرجيني قلت لي ما نخرجوش ارى شنو كين وشنو كين متقبلت طلعت في شرجم كتغوت قدرت لي حالة في الدار كتهرز هادا انا ما عنديش كاميرات في الدار خفت على راسي وخفت على وليداتي درت لايف يعني في اليوتيوب باش هاك نقدر نحمي راسي ونحمي ما تعرف تحت من يعني كارك يوسف اخوية شفتها مباشرة امرها قصيرة بزاف ودهر دياله الى رجعت وطحت على الدهر دياله مشكلة اطريت ندير لايف باش الناس يشوفوا ويحكموا مورا هاداك الليف ما ما شافت هاداك الليف قلت لي يا شوفيا سارة انا غادي ندير معاك واحد القادية غادي نجي نشد ممي الساعدية عندي لما ترتاح شيامات وصافي وترجع هاك يعني بحق ممي الساعدية واذا تتقول يا صافي مبغيتش تخرجيني والتي تقول يا يا دار العجازة يا خرجيني انا بغي مش لدار العجازة كتطلع كتقول البوليس كتقول ما نشرجو موين عيبا الله جيبوا لي البوليس انا جيبوا لي البوليس هاد السيدة سدع لي هاد السيدة انا هنا فين عرفت بانها خاسها تشوف طبعي من وراها جيت ماما مشيت معاها مشيت ممي الساعدية مع ماما الصراحة كتعرف بحكم الناس الكبار غادي تفهموا مع بعدياتهم يعني ماما ويا كتشد له بخاطرها كتخرجها كتدو وراها هيدا وهيدا لو تتم تدم Tina كان عندي اه كين عندي 어 أنا غريدي نمشي عن الطبيب عن دارور نشوف الطبيب على قبل UM المرحلية الاملية ان شاء الله دوس بسلام وباخير مرحلية اتصل مم��ة لهم مع فكرة بغيت نمشي نشوف الدكتور دي يالي إلى اساس عندي عملية خيصني نشوف الإجراءات العسل اللي هندير الشنو هندير شنو ما هنديرش اتبقى مع امي السعدية. جاءت ماما للدار بوقعت مع امي السعدية اخليتهم داحكي ناشطين اخرجت باش نرجع نشوف الطباب دياري في العشية باش نكمل الفحوصات. من اللي كنا ارجع ماك لقاتي واحد في الدار. ما لقيت له ماما بحكم خزدك النار. انا وماما يعني قلت له ماما امي السعدية قد تبقى عندك اربع يام وانا تبقى عندك تلتي ام. حسنا قبل البنار خرجتهم دورتهم ماشينا البلدية تحك ناشطنا. من اللي جيت للدار ما لقيت لم مي السعدية لا ماما لتواحد. قالت ما فهمتوا الله قلت لقيت ولاديك ما فهمتوا ولا في الدار. قال لي ما عرفناش را ماما كمي السعدية تقولها خرجني خرجتوا الدورة فش جيت ملقيت من من هذه الساعة ما بقيت شفت واحد يعني ما تصلت ماما لتواحده. كنت تعود لها أمي لتعود لتعود لك والان ما تريد أن ترجع لعندك و تلأمت لك و تلأمت لك مع أمو السعادية ما تريد أن تجي عندك هنا السراحة نقول لك أنا ما أعرف لك أريد أن ترجع تستطيع أن تجبها الجو العائلة تجدك الى أجل الماما وبابا ودك الشي قدرت لقافه الشي حقق لأن الناس الكبير لا يريدون إعادة صغر يمكننا حقيقة ولكن الحاجة التي نقدر نقول عليها التي نقدر نؤكد لك وهي أنا اللي فرقة جاني صعب لا أريد أن نبيان ويقاب بالحوش أنا اللي نشوفها هنا ولي هي أنا وحدي إنسان قد نرى ربيتي في الضرة كلت سنين وهي معي ثلاث سنين ثلاث سنين وحي مربية ربتي ثلاث سنين ليس سهل ليس سهل ليس سهل لكن شوف في الأنسان بكتعطي أحد الحنان اللي ما أعطاش لك شي واحد الحنان اللي يشوفه ممي السعودية أنا ممي السعودية ولو ما عارت باش تعود لي ما تتعودش لا أتعود لك الحب الذي الذي يجبه معه لا أعطيها لك تبقى معي والتي بين نارين لا تستطيع تخسري الام والمساعدية تكون لديك في المنزل لا أدور كبير هنا والتي بجوج اتجاهات وصعب بجوج لا تستطيع تخسريها كيفية الوضع أخي يوسف هي ليست الام التي لا تستطيع تعطيها ولكن تستطيع تقول أم أم لا تستطيع تقول لكم أحد الإنسان لماذا أركع 10 أيوس؟ تستطيع تقوم بلاستها لقد قلتني أنك كنز في الدار يعني لا تستطيع تقوم بلاستها أي شخص ينفع أي شخص ينفع ما هي الحلول التي تقوم بها أمك لأنها لا تتجاوبي لأنها لا تستطيع تعطيها لأنها تتجاوبي ثلاثة أو ربع أيام هي كتر فمز كون صرحة لا يوزف 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 أنا أعرف اليوم اليوم إذا كانت توقعيني كيف أنا كنبغيها يعني أنا ما نكذب شيء لكن ملدخلت لقد قوي اشتركوا في القناة هذيك شي مباركة، أنا يكفي نشوفها من بعيد، إلا كنت أنا عفا نقدر أنا عصبية، بلاسة ما كنت تقبل شي حويش، كنت عندي ردت الفعل شوية متسرعة، ولكن هذو كيب قوي ليدي على راسي وعينيه، والطلب اللي نطلب منهم غيرت الله في أمي السادي يا، إلى الخير وفيما اختاره والله، المهم اللي عندي هو ما تخرش الزنق، المهم القاتل اللي سوى عندي سوى ما عنديش. هل قدرت شي قانات هي؟ ماما ديجي عندها قانات، ما حالة لها؟ هل كنت تكدوز فيها مع أمي السادي؟ ماما مش شي شي حاجة غير لقطات، هكا شي لقطات هكا، لكنه يصوروا شي عاجا ولا يديروا شي عاجا، هكا شي لقطات، لأن ماما ملتازمة، وكانت قلت لهم أنا غدا أمي السادي تكون عندي، معمرني غدا ينبينها في القانات ديالي، ولكن الناس قلوا لكي فاش نعرفو خبارها، يعني واحد الإنسان اللي هو يعني المتتبعين را ديولكم وما ديولنا را ما شاء الله غادي يقولوا صار كدبت شي، أنا عندي يا كا، كانت ماما قات لي هم ما بقيت غدا أمي السادي نهائيا في القانات ديالي، ما غا نبينهاش لف قاناتي لف قاناتي بنتي صافي موسع ديالي، غادي نذكرك في التصريحات ديالك لا في الإعلام ولا في الخارجات في القانات ديالك انتي ولا في تيك توك ولا في اللايفات ولا في أنك تقولي واحد لوقيت عييت، أنا غا نضع العجازة، هنا أنا تلاحظين أن الله عز وجل خلق واحد طمأنينة في الأم ديالك، اللي ولدك تأخذها، وبقت في الاستقرار، تحليل، احنا عرفنا بأنه إذا كنت تقولي أنت هذا ليس هو الحقيقي، هذا هو كثير رمعي وكتبكي، أنت عزيزة عليك، أنا عارف، ولكن يا ربي ما كتبش لأضاء العجازة، وأعطاه واحد حب ثاني مع الأم ديالك، بش موسع ديالك تبقى في الأمان، يا معاك يا مع الأم ديالك في أقرب الناس لك بقل آخر حتى نبيضي به طبع تطبي FILل سوقي غيرÀ في فترة ت neiطارات وكذESEحيات، وأنا نج Bloomك تلبحت بها قانا بها السوق السلامتيني، عادي او او auιο Long还有 вариант أو او لغدت ليس مستحيلة. اما بالنسبة للمساعدية عزيزة لي وانا الشي ديال سوش الميديا وانا كله قريب ان شاء الله سنحيد منه يعني صافي ما يبقى اني شاء الله نفتح نولي باخير وعلا خير نبقى بشوي بشو يا رالة ما شاء الله اللي قتلكم مش حاجرة ستصدمه بحكم ولي دات شي ممي الساعدية الوقت كان عندي الوقت ضيق لكارت ناسيونال اقسم بالله ما عندي الناس اللي يعرفوني ولا السيدة اللي كارية عندها الدار ما عنديش لكارت ناسيونال هاد الشر حداش غا تكمل لي عام باش وفات لكارت ناسيونال وملقيتش لالوقت باش نصوبها يعني غنقض وريقتي ومسائلي ونشوف لي شي خديمها قاعل قد ونبقى غادا يعني لانا السوش الميديا تأديت بنا بزر لدرجة تقطفي انا تيك توك ديالي طلعت هو تقطفي شي ناس تقطفي شي ناس وجوا الدولية من اللي طلعوا كل شي جوا الدولية واللي برح بكل سهولة بقيت كنشوف هوا عندهم بفلوس و بكل شي لي بقيت كنشوف سافي شو نقول حس بيالله ونعمل وكيل حس بيالله ونعمل وكيل في كل واحد اهداني اخيرا مرشتين موسادية امتا 13 يوم وما وكن حلم بها وانتي كتسكني احدا ومتاع والدك احدا ومتاع تبكي عليها وتوحشتيا وصير عندها شو فيها بعد عدمك شوف يا اخويا يوزرف قلت لك لما لقيت ما تعطي الوالدك اعطمت تيقى انا والدتي اعزز علي وتجرسي واربوني وتكرفسوا علي ودريفين يقدروا تكون بنتهم عاقة الله اعلم نقدروا نكون اهنم مثل الكاش واليدي يعني مادم ماما كتقول يا لا ادري ازاي كندخل الدار كتقول يا اها كنكون ساهية كنغني لا ما تغنيش لا ما تدريش لا يعني انا عصب ماما يعني في اطار الزيارة تشوفيها تلتاشر يوم مشيت اشتا تلتاشر يوم مشيت اشتا واشوفيها للبويتي اسرع للبويتي اسرع الوضع دياله الصحي منك تدوم عمك في التليفون كيف اجدينها مزيانة مميسا انا كنت كتبالي مزيانة حيث كانت حاجة غاف غي عيطوا لي وانا كبالي اراها مزيانة وتقول لك لما لقيت ما تعطي الشي حد اعطي بالتقار بزيانة وانا را عارفين الناس اللي كيعرفوني اللي اقرب لي والبعاد عارفين صارح حدودي بزعف يعني ما كنبغيش حد يقل مني اما بالنسبة للمساعدية غنقول عليها اقسم بالله انا اليوم الاربع الخميس جمعي عندي عملية بغيت ربي ما اخرش بخيرو الاخير الى ذيك سيدة كان بغيه هنا في قلبي معندي منذير بلاب سوش الميديا لابتش حاجة كين حمق عليها كان بغيه ما ممكنش الرحمة ماكيحش 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 عندنا صعيبة شوية انا كنشكرك عنك جوبتيني على موالساعدية لانه موالساعدية عدد كبير من المغاربة متبعين القيصة ديالو كتأطر علوه مشكل كبير مشاهدين الكرام كما تبعتوا معنا صارة جوبات بقلبها في الموضوع اسئلة تطرح درجناها معها ربطوا بي اتصال عدد من المغاربة ليكيسولوا على موالساعدية صارة عندها قناتك تجوب فيها بطبيعة الحال ولنا اسئلة اخرى لكي تطرح تطرح في الرأي العام احنا مجبارين درجوا معها الهدف الاسمى في الموضوع هو موالساعدية هل هي بخير نعم ام لا مشاهدين الكرام تعليق المواطنين شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر